فنفتح النقاش في الجزء الثاني للحديث حول ظاهرة التلوث التي عاشها سكان بلدية بولوغين بعد غزو الأعشاب البحرية للشاطئ نتابع هذا التقرير ونعود هكذا تحول البحر في حي بولوغين بالعاصمة إلى اللون الأخضر الداكن بعد غزو الأعشاب البحرية والتحالب بفعل الأمواج وعدم الحرص على تنفيذ برامج التنظيف لاحظنا أنه غزو كبير من هذه الأعشاب لكل حالة طبيعية لا يوجد تلوث بيئي لكن فقط ما دامها شاطئ مسموح مدى طلع هذا المصطفين خاصة أبناء الحي ريس فيل والمالاكوف والبلاديات المجاورة شاطئ إيدان الذي يعد من أجمل شواطئ بلدية بولوغين بات اليوم مهجورا بسبب عزوف المصطفين من سكان الحي نتيجة وضعه الحالي مدى بينا السباحة هنا ممنوعة مدى بينا نحن نعطي الميصاج لأولياء لم يبعطوا أولادهم عمو بسكو عباك ما لا بنوش بسكو هنا تخاف ما لا بيش وش حي يصر يجل يحشيش هذي غرق هذي أولا التانية ماش يقولك هذا يعدي ولا لا هذي حاجة طبيعي عادي السنة إن شاء الله بإذن الله على عشر يام وسبوع إن شاء الله يكون هذي دين هذي كما حالته الطبيعية الأولى ومدى بينا نحن نطلبهم من السلطات سواء من الولاية يحتل البلدية ويأتي يأتي تسجيل مثل هذه الوضعية الكارثية نتيجة إهمال تهيئة هذه المرافق السياحية في عز موسم الصيف رغم الجهود المبذولة للنهوض بالسياحة في البلاد لا مشاهدين كانت هذه وضعية شاطئ إيدان قبل أيام لكن مع أيام الماضية قرر الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بباب الواد التدخل من أجل وضع حد لتلوث الشاطئ شاطئ إيدان للحديث حول هذا الموضوع مشاهدين أسعد باستضافة سيد محمد طهر بوشات وهو منصق العام للجمعيات بالمقاطعة الإدارية بباب الواد هنا بك سيدي صباحك سعيد صباح الخير أخي محمد صباح الخير مشاهدين قناة شروق نيوز أهلا وسهلا إذن نبتدأ مع الحدث اليوم عملية تنظيف واسعة من قبل الولاية وأيضا المجتمع المدني جندت لها إمكانيات بشرية ومدية هامة نتكلم قليلا عن هذه الإمكانيات التي سخرت لهذه العملية نعم تبعا لتعليمات والي ولاية الجزائر حول الحرص على تنظيف وتنظيف الشواطئ المسموحة خاصة نحن في موسم الاستياف حرص الولي ولاية الجزائر على الحرص على النظافة وهذا المرة كما اليوم برمجة سيد والي المنتدب للمقاطعة الإدارية لباب الواد على حملة تنظيف كبرى مشاركين فيها مختلف المصالح الولائية والمؤسسة الولائية وبدون ما ننسى أيضا مشاركة المجتمع المدني من جمعيات من منظمات وطنية وكشافة وكل شيء حضروا اليوم أنا فقط خليتهم سما كنتنا في لبيرمان بدأ صبح الله جيت الحمد لله رام كان دي كما قولوا يان ينبيانس وين كان تشوف تلحهم المام المصطفى اللي عشاق الشاطئ هذيك كيفاش كانوا العملي فتيجو جاوه داروا يديهم سما تصبح ياله هذك لوموف موعداك بدأوا مام تسخير اللي نشكروا الولي المنتدب لباب الواد على توفير مختلف الوسائل المادية من شاحنات وأعوان من مختلف المصالح ويضا نرى هم دوك حاجيسكا متنا الحال من النمام ان شاء الله الوبيغازوني تبقى مستمرة إلى غاية أنه كما قولوا نحن في أسوار أنه العملية ابتدأت منذ الساعات الأولى لأصباح شكر الزملاء في الإخراج أيضا يعني إمكانيات أيضا نلاحظ أنه مشاركة المواطنين ومشاركة المجتمع المدني عملية جندت وسخرت لها إمكانيات مدية وبشرية هامة الحس التوعوي الذي تقوم به الجمعيات هل هذه نتائجه؟ بانسرحنا دائما نقولوا مدى بينا المجتمع المدني كله يشارك في هذه الحملات تطوعية لأنه الجهود الدولة رانا نشوفهم لكن هذا ما يكفيش مدى بينا يكون دائما تكاتف الجهود مدى بينا كل المجتمع المدني بكل أطرافه يشارك في هذه الحملات يشارك في هذا لأنه تلوث هذه حالة طبيعية لكن دائما لما نديروا نداء لكل العامة خاصة الأبناء بلوغين لحضروا معنا بقوة وخاصة الجمعيات ليشاركوا معنا نحن مدى بينا هذه الحملات لا تكونش الأخيرة تكون على طل العام لا تدروش فقط موسم الاستياف لأنه هذه الشواطئ المصطفين هم اللي يستفادوا بها على هذا مدى بينا يكون يوعي ثقافي وتكون ثقافة البيئية مغروسة في الأدهان حتى نذكر المشاهدين قبل سنتين كان افتتاح موسم الاستياف انطلق مشاطئ إدان كان أجمل الشواطئ في الجزائر سنتين بعد أصبح هناك تلوث نتيجة تغزو بعض الأعشاب يعني هي مفارقة نتيجة تسوء التنظيف على الأقل خلينا نقولها بصراحة ناقم هذا المدى بينا هذا الحشيش هذا كانوا مدى بيناه أنه حاجة أولى من نوعها مهمم موش مداري يكون فقط ذوك المؤسسة الولايام دو يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع هذا الحشيش يالفالي أو دي بي تنرفض احنا كجمعية آس ديا الشباب شفنا الحشيش هذا صاف عنده ذوك تخوى مولاكات موامل يكن كم ستستغرق عملية تنظيف الشاطئ حسب تقديركم يعني أسبوع البعض يتكلم على أسبوع لأنه رو كمية هائلة وما نسوش على أنه موش فقط شاطئ ليدان عندك شاطئ لوليدي صحيح تلاث شاطئ كيطاني عندك من شاطئ كيطاني وعلى هذا من هذا المنبر من طلبه من سلطة الولائية توقع تكتيف الجهود أنه لازم لبكود ماتيغيال ما الذي يلزم كإمكانيات مادية حتى يكون الشاطئ نظيف وتتم عملية التنظيف وفق المقيس المعمول بها عالميا طيب هي فيما يخص الشواطئ الشواطئ كاي اللي عنده ماناكسي معنى تلك كاميون مدخل يقدروا يدخلوا مكما لابلاشي ده لازم يجوها من البحر كما في الميناء عندهم كما نقول دي زنجان سبيسيال هادشي آلات خاصة اكزاكت هما في الميناء عندهم مدى بينا هل نمتلك في الجزائر هذه الإمكانيات متوفرة نعم نحن مدى بينا يستعملوها لهادشي لانه هي مستعملوها في الميناء في البحر اكزاكت هنم مدى بينا راهم يشوفوا مدى مصلحة الجامع احنا دائما نحوصوا على المصلحة العامة ومدى هذه الحشيش حاجة جديدة هنا في الشواطئ الساحلية نعود نستعملوهم لتنظيف هذا لانه هو يجي من البحر وحالة طبيعية التنظيف سيكون من العمق؟ لا هو سطحي يقعد يفلوط فوق الماء ومبعد كيتهو البحر يرميه للرمل يعني هي عملية تصفية نعطيك صحة تصفية حتى نواصل بعض الصور التي كنا نشاهد في الشاشة شاهدنا أيضا إخراج هذا الحشيش من البحر من خلال أكياس بلاستيكية نعم هذه الأكياس البلاستيكية هذه المؤسسة الولائية وعلى هذا أكياس خشينات خدت ترفضي لبوها لأنه الحشيش روم شمع خلاله أوتوماتيك ملكان كينا ناكسي ديريكت مرمل للتراكس هذا يرفض ديريكت ما مرمل نيفيكو يديزيس كاليس أين سيتم رمي هذه الأكياس؟ هذه المؤسسة وإليها لم يختص بها في الأماكن مخصصة في لدي شعج لم يختص هذا الشي نعم حتى نتكلم على عملية تهيئة الشواطئ قبيل موسم الاستيافة ونحن في موسم الاستيافة الآن نعلم أن المصطفى الجزائري يفضل في أغلب الأحيان السياحة الداخلية العائلة تقصد الشواطئ شواطئ بابلواد تطل على كل أحياء العاصمة يعني هناك إقبال متزايد من المصطفين على هذه الشواطئ كيف سنحافظ كنصيحة للمشاهدين وحتى المصطفين من خلال العمل الجمعوي كيف نحافظ على هذه الشواطئ اللي هي ملك الجميع بطبيعة الحال أنه مسؤولية الجامعة كنقوله نظافة الشاطئ هي مسؤولية الجامعة كلنا مسؤولين على هذه النظافة وعلى هذا نطلب من كل المصطفين وخاصة القاطنين بالمقاطعة الإدارية اللي بابلواد نبدوها من بلدية القصباح ترى يسحمدو وخاصة بلدية المجاورة مدى بناك يجو الشواطئ تواعنا لما يسببهم أنه أنا نشوفوا أنه متواجدين مؤسسة ولائية لكن لما المؤسسة ولائية عندها ليزوغ دي تخاف يتخدم الصباح يديروا لنتوايج تحم يأتي مصطف يأتي مصطف يأتي مجروب دي جون يرميوا للأخر اللي باقي يتحم الله وإحنا مدى بنا كل واحد اللي يرح يتمتع فلاش وغني للكيستاعوا كما يرفضوا يا كائن دي عزيكم الله كائن دي أماكن خصصة وينا محطوطين على الرصيف فمبينين فيهم ما ملوتري سيلكتفر متواجد مع البلاستيك وحده الخبز وحده هذا بنا نكون عندنا ثقافة بيئية فكذا بجل لأن الشواطئ ما هذا بنا لأنه نحن اللي نتمتع بهم والعائلة نتمتع بهم التنبيه في إطار العمل الجمعوي لمثل هذه الظواهر فيما يتعلق بالتلوث فيما يتعلق بثقافة الاستهلاك إلى غير ذلك كيف يكون خاصة من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي نشاهد أيضا أنه عملكم يركز بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي هل تحققون ما تطمحون إليه من خلال ذلك نعم حاليا نبدأ بهذه الحملة لأنه كما تعتمدناش على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا نشكر بالمناسبة لباش اللي دارونا لباش باش اللي عندهم كما نقول الزابوني صحيح والله دعونونا بزاف لأنه اليوم بدينا كنا كما نقول كمهية قليلة لأنه بدأوا يجوا الناس كالناس اللي شافوها في الفيسبوك كالناس حبسوا وين أنه درنا دي شابيتو كما راكم تشوفوا درنا نبينو لفت الانتباب لهذا هو المكان كاللي ما تعاش لذا شافتها في الأخر اللي هو دي جا جاي على الفون دماغ اللي هي اللي حبسوا قارة وجا ورفضوا لأنه ما وش حشيش ما وش حاجة أنتم الدور الجمعوي هو المرافقة والتنبيه وأيضا إعلام والتحسيس إلى غير ذلك كيف كانت تواصلكم مع الوالي المنتدب وكيف كانت ردود الأفعال أيضا والله هي هذه العملية بدناها في موسم الاستياف لندير سبت في بلدية القصبة في قائشات قاع الصور احنا كجمعية معناش لم تغيير اللي يلزم الله وخشفنا احنا قلنا المصالح البلدية ولا المصالح المختصة هي اللي كما نقول هي اللي تدخل لكن احنا المقارة نثير وفي ملاكو في مقابل شاطئ ليدان وعلى هذا الناس جاءوا وقالوا نونا وطنك واسوسياشون تقدروا تديروا حاجة كما كالحاد يعني تلقيتم تنبيهات من المواطنين بسير لأن المواطنين لا نقدرش ندخلوا في أمور لما وش من الاقتصاص تعنا احنا التحسيس التوعية لكن مثل هذه الحملات انت بينا للمؤسسة الولائية ولمصالح البيئة يعني هناك حس بيئي لدى المواطنين الجزائي ينسل أنه اللي سيتي اللي طلوا على ليدان عندك لودغ اباك كيت كالما مع السمش يولي يطلق ريحة ما تخضيش مع الريحة كتعرف احنا وش درنا درنا الطالب للوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية البابواد وكان رد تعه إيجابي ووافقنا لتمسير بلاث موافقة مادئية بعدها رح نضم كوميسون دي سيكوريتي اجتماع طارق اللي كان مع مختلف المؤسسة الولائية والرؤساء البلديات اللي اكدنا لأنه يكون هذا السبت وبعدها احنا لما اخذينا الموافقة الإيجابية وكل درناها في الفليباج وين تكلمنا أيضا مع الأصحاب زوارق اللي تم أبناء الحي باش يعاونونا لأنه لازم تكتيف الجهود بعدها اليوم اللحقنا لهذا النهار وين الحمد لله كان إقبال المختلف الأطفال الشباب ولا غير كما قولهم جميع واحد صورة مبينين جاءوا احنا كجمعيات مام الجمعيات اللي جاءوا شاركوا يعطيهم الصحة حضروا معنا وهذه هي إن شاء الله هذه العملية ما تكونش الأخيرة وما دام شواطئ واحد أخرين احنا كمجتمع مدنيين شاركوا في كل حمالات التنظيف هكذا باش يكون ساحل أحسن وجه لأنه مدى بنا المصطفين يستفادوا من السياحة الداخلية والأمام اللي يروح للشاطئ اللي يطلع عليه اللي يروح يحكم الوفيكول ويروح ينخ دغوت ولا 45 دغوت عنده بحر قدامه صالح للسلاح السيد محمد طهر بوشاة تترك لك كلمة أو رسالة تريد أن توجهها اليوم من نقاش العاشرة تفضل نحن نقول لك جمعية شبابية بالمناسبة نقول لهم يعطيهم صحة لكل من شاركوا في هذه الحملة خاصة سلطة المحلية بينهم المتدب للمقاطعات الإدارية لباب الواد وإن شاء الله نطلبهم كل المواطنين وكل المصطفين يحافظون أن نظافة الشواطئ هي حاجة أهم وهذه هي تكون إن شاء الله شكرا لك سيد محمد طهر بوشات منصق عام للجمعيات بالمقاطعة الإدارية بباب الواد إذن مشاهدين نذكر أن عملية تنظيف شاطئ إدان كما نشاهد في السور قد انطلقت منذ ساعات صباح الأولى وذلك بمشاركة كل أطياف المجتمع المدني وأيضا الولاية ولاية الجزائر والمتمثلة في الولاية المنتدب للمقاطعة الإدارية بباب الواد بعد حملة إعلامية في مواقع التواصل الإجتماعي وأيضا في الإعلام لتحسيس بأهمية تنقية شاطئ بلغين أو شواطئ بلغين على غرار شاطئ إدان الذي انطلقت منه العملية هذا الصباح وهي متواصلة إلى حد الآن نذكر أن التلوث قد كان سببه غزو للحشيش البحري للشاطئ من قاع البحر نحو السطح